القصيرة قبل من نروح لأولى الفقرات وهي هنتابع مع حضراتكم بعض الأخبار علشان تكونوا حضراتكم متابعين كل الأمور اللي مطروحة على الساحة الكروير رضية الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن أمير توفيق يطيران إلى أسبانيا الثلاثاء المقبل لمعاينة معسكر الإعداد النادل أهلي إن شاء الله بيستعد لخوض المعسكر اللي يكون إن شاء الله في أسبانيا كابتن سيد والكابتن أمير هيتواجهوا إلى أسبانيا يوم الثلاثة القادم لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعداداً للمرحلة المقبلة والرحلة هتشهد معاينة من الكابتن سيد والكابتن أمير على معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على كل اللقاءات الودية للفريق هيلعبها في أسبانيا إن شاء الله لكن الفريق هيعود إلى استئناف تدريباته يوم السبت المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية اللي منحها الجهاز الفني لللاعبين أنا أعتقد كانت راحة مهمة جداً جداً علشان يفصلوا بعد موسمين لا يوجد راحة فيهم على الإطلاق الخبر الثاني وخبر مهم جداً جداً يخص سيادة الرئيس سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور المنتخب الوطني بيزور أوزار الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي وآل السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطول الكأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجاري حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة وأكد الرئيس ثقته الكاملة في إدراق أعضاء الجهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاء على عاطقهم مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير وشدت أيضاً الرئيس السيسي على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي بما يعكس كونهم وأجهة لحضارة مصر وعراقتها ويبرس قيمة مصر وشعبها العظيم ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيماً وجماهيرياً من جانبهم توجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير لسات الرئيس لحرص على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية معاهدين سيادة الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين وأضاف رادي أن الرئيس أجرى جولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاذ الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاذ لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية وأعرى بسيادة الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل وكورة القدم بشكل خاص بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى وراء على طول الكابتن إهاب لهيطة والأستاذ إهاب لهيطة مدير المنتخب تصريح زيارة الرئيس ألهابة حماس اللاعبين ولقطة القميص تقديرا له أبدأ الأستاذ إهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني سعدته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتخب مصر صباح اليوم والتي تهتي قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تصادفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل وقال للمشهندس إهاب لهيطة لليوم السابع أن الرئيس السيسي تحدث مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بحضور المهندس هاني أبوريدا المشرف على المنتخب وحارص على تحفيز اللاعبين وبث الحماس في صفوف الفريق من أجل الفوز بلقب البطولة الأفريقية للمرة التمنى وأضاف مدير المنتخب أن الرئيس نسات الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب اللاعبين بالتخلي بالانضباط والسلوك الراقي والروح الرياضية متمنيا أن يحالف التوفيء المنتخب الوطني للتتويج باللقب واختتم البشهندس إهاب لليتة حديثه بأن تقديم قميص المنتخب بتوقعات اللاعبين للرئيس السيسي جاء تعبيرا من جميع أفراد المنتخب للرئيس ومسانته الدائمة للمنتخب قبل المنافسات الكبرى حيث سبق واستقبل الرئيس بعثة المنتخب قبل الصفر لمونديال روسيا كما كان في استقبال المنتخب عقب العودة من الجابون 2017 وحصد لقب وصيف البطولة خلصنا أخبار المنتخب نروح على بعض الأخبار السريعة الخاصة بين جمينة المصري محمد صلاح والفيفا وليفر بوليو هنئان محمد صلاح بعيد ميلاده رقم 27 وهيكون ده آخر خبر علشان بعدين نروح ونستقبل أولى الفقرات مع شيخة ألثان هنالتحدة ولكلت القدم محمد صلاح نجم من المصري ونجم نادي ريفر بول بمناسبة عيد ميلاده 27 والاحتفل بيه لعبة منتخب مصر أمس وكتب الفيفا عبر الصفحة الرسمية على تويتر أمس عيد ميلاد سعيد نجم المنتخب المصري ونادي ريفر بول محمد صلاح بيحتفل اليوم بعيد ميلاده مولده الـ 27 تهانينة وتمنياتنا لك بمزيد من التقلق أيضا كمان نحتفل نادي ريفر بول بعيد ميلاد نجم من المصري محمد صلاح بطريقته الخاصة من خلال اختبار وجهة النادي المتابعيه بذكر 11 هدفا سجلهما محمد صلاح في مرمى المنافسة في أدوري الإنجليزي وخاصة بعد إحراز صلاح هدفه الـ 71 للفري في نهائي دوري أبطال أوروبا كتب ليفر بول على حسابه الشخصي تويتر هدف محمد صلاح بنهائي دوري الأبطال كان هدف رقم 71 لفري ليفر بول لكن هل يمكنك تسميت كل هدف سجله المصري لصالح فري الريدز أكيد طبعا كله عشاب محمد صلاح عارفين كل الهدف اللي سجلوها أيا كان في دوري الإنجليزي أو أيا كان في بطولة دوري الأبطال لكن كلنا هنا في قناة الأهل بنقول محمد صلاح كل سنة وانت طيب وإن شاء الله يعني مزيد من الإنتصارات ومزيد من النجاحات اللي إن شاء الله يكون في حياتك وربنا يوفقك مع منتخب مصر وتحقق أول بطولة أفريقية ليك على الصعيد الدولي بطولة الأخيرة حققت فيها لقب الوصيف لكن كلنا ثقة معاك ومع الجهاز الفني ومع العيبة اللي موجودين إن أنتوا تحققوا اللقب التامن لمنتخب مصر في 2019 من هنا من القاهرة من ملعب أستاذ القاهرة خلصا مع حضركم كل الأخبار سواء في البداية أو الأخبار القصيرة نروح لفاصل وبعدها نستقبل أولى الفقرات مع شيخة الثاني مؤسسة ساتوك وصاحبة مبادرة كأس العالمي الأيتام خليكم معنا